المسألة الثانية في شرح التعريف يتضح من الكلام السابق أن الحديث المقطوع هو ما نسب أو أسند إلى التابع أو تابع التابع فمن دونه من قول أو فعل وهذا ظاهر فإنه سبق لنا أن المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقف هو ما أضيف إلى الصحابي ما أضيف بعد ذلك إلى من دون الصحابي أي إلى التابع أو من جاء بعده من تابع التابعين أو من بعدهم أصطلح على تسميته بالمقطوع والمقطوع غير المنقطع والفرق بينهما أن المقطوع من صفات المتن بينما المنقطع من صفات الإسناد بمعنى أن الحديث المقطوع هو من كلام التابعي فمن دونه فهو صفة يوصف بها المتن نفسه وقد يكون هذا المقطوع قد يكون السند فيه متصلا إلى ذلك التابعي وهو مقطوع بهذه الصورة أما المنقطع فهو الذي يعني أن إسناد ذلك الحديث غير متصل سواء كان مقطوعا أو مرفوعا أو موقوفا وهذا لا تعلق له بالمتن مباشرة هذا ما يتعلق بقضية شرح التعريف المسألة الثالثة في الحديث المقطوع وهي الأمثلة على الحديث المقطوع المقطوع القولي مثاله قول الحسن البصري رحمه الله هو من التابعين كما هو معلوم في الصلاة خلف المبتدع قال صلي وعليه بدعته المثال الثاني للمقطوع الفعلي وهو قول إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال كان مسروق وهو الهمداني مسروق من الأجدع قال كان يرخي الستر بينه وبين أهله ويقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم يعني يتركهم ودنياهم فهذا حكاية فعل عن هذا التابعي وبالتالي فهي مثال على المقطوع القولي